الأب القاسي يسبب لأولاده 15 مشكلة كثير من الأمهات بتيجي تشتكيلي تقولي يا دكتور تا دايما تتكلم في التربية طب ما التربية فيه أب وفيه أم الأم أنا بنفذ اللي أنت بتقولي يا دكتور بس يجي الأب لخبط كل حاجة الأب قاسي جدا على الأولاد يا دكتور بيضربهم، بينهرهم وأحيانا بيربطهم في بعض وأحيانا ربطوا الواد في الجنزير وأحيانا بقى يحرموا معارش من كذا غير الكلمات بقى السب والقصف واللوم والنقد والتوبيخ والتجريح والإهانة طول الوقت يعني أعمل إيه طيب يا دكتور إزاي أوازني يعني دلوقتي أنا دلوقتي بحاول ربي وبعمل كل حاجة بتقول عليها بس الأب قاسي جدا فبيلخبط لي كل حاجة الولد يبقى هادي الأب يقصو عليه يتلخبط طب أنا دلوقتي هنا حقيقة مشكلة مشكلة فعلا عارف جنحات الطيارة اللي مش متزنين فممكن فعلا تسبب مشكلة يعني فرسالتي النهاردة للأب القاسي أنا عارف إن 90% من الأمهات هي اللي بتشاهد كل يعني إيه العلوم التربية بشكل عام يعني أو الإنسانية يعني و10% من الرجال بيشاهد الحقيقة لأسباب كتير ربنا يعين الأباء طبعا في العمل لكن بحس إنه لا مسؤولية التربية دي مسؤولية الأم مش واخد باله إنه يعني إيه كلكم راعن وكلكم مش الأم بس كلكم راعن وكلكم بس قولوا إنه عدراك مش واخد باله إنه بس صلى الله عليه وسلم بيقول كافب للمرأي إثما أنه يضيع من يعول والضياع ده ممكن يبقى ضيع نفسي مش لازم ضيع عقائدي بس وضيع يعني إيه في الأكل والشرب واللبس لا هو بيهتم بكل حاجة الحقيقة الأم تيجي تقول لي لا هو يعني دخله مدرس لغات وإنترناشنل وأمريكان وآي جي وبربعين ألف وخمسين ألف وجاب له معرفش إيه وإيه وإيه والآيفون اللي معه بكذا وبتاع أيوة كل ده إشرة خارجية كل ده يعني الحقيقة لكن صلب الإنسان إيه الجوهر إيه الداخل إيه البناء النفسي إيه الولد فكرته عن نفسه إيه ممكن يبقى عربيا ما شاء الله من برة يعني بس من جوة بقى يعني إيه كذا زي ما المسأل بيقول يعني تمام فالقصة كلها إنه رسالة النهاردة وكأن أنا بأحمل رسالة من الأمهات إلى الآباء يا أخوانا القصوة الزايدة على الأولاد هتدمرهم وتسبب لهم عشر مشكلات نفسية وسلوكية إيه هي أنا عايز كل أم أب أي كل أم تخلي الأب بتفرج عليها ولا أب بتفرج عليها يعني احذر تماما من القصوة الزايدة يا دكتور ما احنا ضربنا زمان وبقينا زي الفل أنا بس مع الجملة دي كتير الحقيقة وبقينا زي الفل وأبوها كان بيضربني وبتاع أنت زي الفل متأكد أنك زي الفل يا أخي يا أخي يكفي أنك أنت بتقصوا على الأولادك وبتضربهم وانت مش واخد بالك أن سلسالة ضرب بقى دلوقتي منتشر في العيلة وكأنه عارف الوراسة أهي غصبا عنك لكن لما يكون في حاجة لا شعورية بقى بتنتقل أنت ضربك لأولادك ده شبه مروس يعني فكرة أنه دراسات بتقول ثلاثة وتمانين في المية من الأباء الذين ضربوا بيضربوا فضربك ده هو ده أو إنك تعكس خالص تدليل زيت برضو خطر غلط ما ينفعش يعني يعني لازم يكون في الحزم الحاني وسط بين القصوة والتدليل ففكرة أنه يبقى في قصوة أصلا يعني ضربتوا بقيت زي الفل يا راجل اتزي الفل طب العصبية أخبارها إيه طب أنت شايف نفسك إزاي طب الصق بالنفس عندك أخبارها إيه طب بتخبلك لذاتك أخباره إيه طيب نجاحك سيبك من الدراسة دي قدرات ورزق وما شابه نجاحك في علاقاتك أخباره إيه نجاحك في علاقتك بزوجتك أخباره إيه نجاحتك في علاقتك مع ربنا في الأساس أخبارها إيه لأن الأب القاسي بيخلى الولد حتى يرفض العلاقة بأي سلطة لغات لما تصل من السلطة الأولى إلى السلطة العليا سلطة الله فلما تيجي تقول أنه أنا ضربته بقيت زي الفل على فكرة ممكن كان الأب أي وهي نفس الضرب لا يا دكتور مختلف يعني الحقيقة كان بابا حنين بس كان ممكن طيب هل كان يعني بيعمل حاجات تانية بتعوض ممكن بيتشيل دي بس أنت ما بت يعني فيه أب قاسي دي مش بيتشيل دي يعني الولد يقول لك لا هو بيكرهني لكن أنت مع ضرب أبوكلك كنت بتقول له أهو بيحبني وأنا بحبه والأب كان بيفهم أن أنا ممكن بعمل مع أنه غلط برضو بضربك لمصلحتك وأن أنا خايف عليك وأن أنا عايزك تطلع الأول وأن أنا عايزك مش أعرف كذا 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 فبعدما يعني الإنسان انصالح حاله بقى زي الفل بدأ إيه يقول لك والله ضرب أبوك أنا فعني طب ما مش كل واحد طب ما أخوك تاني ضع وشرب مخدرات ما أخدش بالك من ده ليه طب ما فيه جياما ناس لما ضربت تاهت في الحياة وضعت وانكسرت وضعفت نفسيا ووقت أمام الشهوات والشبهات وفي نفس الوقت يعني إيه يعني تاكلت في مجرى الحياة كده تحت يعني إيه يعني الرياح الأرصدخاء السوق والمغريات والنت والدش والآخره بهذا الشكل يعني فالقصة كلها ما تبررش الغلط إذا كان ربنا يعني نجدك وإذا كان بدعاء أبوك وما كانوا صالحين بس أسلمهم غلط برضو صلاح الأباء ينفع الأبناء ولو بعد حين فكان فيه تعادل في التعامل يعني ممكن يضربك من هنا بس حنيا في حاجة تانية عطايا تانية كان ممكن يعني هو عصبي آه بس كان برضو يعني ليه علاقة بربنا كويسة بديهي لك برضو فيه جو في الليل فبرضو ده صالح حالك يمكن أنت برضو سبحان الله فيه طالتك نقية وزكائك وصلاحك خلاك برضو بتغفر للأب والأم مهما عملوه بهذا الشكل ده كرم منك يعني بهذا الشكل لكن ما تقولش إن ابنك هطلع نفس كرمك ونفس زكائك ونفس طبتك ونفس أخلاقك وإن الأولاد هطلعوا نفس الطبع فإذا كان واحد تضرب وطلع كويس لكن ما أبردش الغلط بهذا العامل إذا واحد إيه يعني تخبط بعربية ونجا وقعم الدور الخمس وبقى تمام أيوة مش كل اللي وقعم الدور الخمس وبقى تمام مش كل اللي تخبط بعربية وبقى تمام فهمتوا القصة المهم